الأهلي علي معلول لحد ما قبل بطولة كأس العرب لحد الفترة اللي فاتت كان فيه خلاف واضح جدا فيما يطلبه اللاعب في تمديد أو تجديد تعاقده وما يعرضه الأهلي ده بيطلب رقم بالنظر لأنه جاي العروض خارجية كمان وأنه ده قد يكون عقده الأخير والأهلي بيقدم رقم أقل كثيرا من اللي طلبوا اللاعب وده سبب طول المدة الماضية على مستوى التفاوض ولكن اقتربت جدا الأمور بقى اللي بيقدموا الأهلي قريب شوية من اللي بيطلبوا اللاعب لكن لم يتم يعني الوصول للرقم اللي مطلوب لكن قربوا جدا وبالتالي دي حلت وبقى صداع كبير خف شوية كان فيه برضو خلاف على المدة اللي بيطلبوا اللاعب من مدة العقد واللي بيقدموا الأهلي وحلت هي الأخرى يتبقى الآن أمر واحد فقط معلق فيما يخص التوقيع على العقود سافر اللاعب رفقة تونس بإذن الله يرجع بالسلامة للمشاركة بعد الأسبوع مع منتخب تونس فغالبا ممكن يكمل البطولة لكن الأسبوع على حسب بقى هيكون عدة من البطولة قد إيه فبعد العودة هيبقى ناقص دلوقتي التوقيع لكن فيه حاجة معلقة القصة مش متاحة أوي لحاجة اللي معلقة القصة لكن فيه حاجة معلقة نعتقد أن هي ليه علاقة بالضرائب فيما يخص العقد ومي يدفعها وليه ده القانون الجديد وكمان قد تكون نسبة المشاركة هل تبقى فيه نسبة بعدد المباراة ولا ما تبقاش مرتبطة بالتعاقد أي مكان عدد دقائق اللاعب لكن هو بيلعب كده كده على أي حل ففيه اتفاق لكن ما فيش توقيع فيه حاجة معلقة قد تحسن بعد بطولة كأس العرب ما بين الأهلي وعلي معلول الظاهر الأيسر